يتمكن من هذه الكرة يسرع للتبال من طرف الجريس رابي حاجة المساعدة تدخل عنيف تدخل عنيف و بطاقة صفراء لابيل اقويلار اول بطاقة صفراء يخرجها حكم المباراة لابيل اقويلار لابنا ديانتا بيرلين شوف التدخل او لا لا او لا لا ماتوا لابيتسي خطير جدا خلافيتسي اين مجازة صعب الكراني اوه 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 الاس كان يسجل للتمرمان ديفاز موجود على الجان يسرى ديفاز خطير ديفاز خطير ديفاز 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 اوه هاي الديفاز رائعة اوه ممتاز الكرة هذه المرافيتسي اوه باباباب ان هناك الاجتماعي اليوم عن طريق زبال اوه هاي لا اوه بأصابع يديه اخرجها مارتينيز بأصابع يديه وصلها لقوارين اكتر واحد المسكورات كثيرة قوارين وسط ميدان اوه نادي بورتو ومنتخب كولومبيا شوف الاعادة بأصابع يديه تمكن من لمس هذه الكرة صعب المخالفة قوية وفق المرافة قوية جدا هذه المخالفة من موريسيو داريو مورينو لعب نادي سبورت انجليش من البرتغالي بورديسو يلحقها اوه كادا كومبياسو يباغت الحارس مارتينيز كومبياسو اوه سعب جدا هذه الكرة كانت بطريق مورينو توصل ليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تسديدة جانبية عن طريق موريسيو مورينو مثل ما جاءت سددها مررها رجعت له سددها مثل ما جاءت على يسار الحارس تخب من حجم المنتخب البوليفيو ضرب الجزاء ضرب الجزاء ضرب الجزاء الملحة عملا امترك الافضلية اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو صفر خطأاً وحفقاً صعب الفرود كارلوس تيفيز فوق المربع كرة كانت في العمق ناحية كارلوس تيفيز ولكنها مرت فوق المربع شوف طلبها في القائمة الثاني بنفس الخط تقريباً باني جا يواصل باني جوهيرا ممتاز وده يتسللل تسللل تسللل حكم خلى الأفضلية الكرة وصلت مباسرة للحارس مارتينيز شوية سماماً لأنه مهمته الأساسية هي هذه ميسي الآن من هناك الجال يمنع سعب الكرة هذه من تفاس يلعب مع ميسي بالعقب لم تمر الكرة هذه للافيتسي رجعت للميسي بدأ يتحرك ميسي عند الكرة الآن ميسي عند الكرة الآن لمن متسلل يتفاس صار ممرراً بارعاً في هذه المبارات شوف التمرير حتى هلك على طبق آه يلافيتسي آه ولكن مارتينيز برجل اليمنى قال لا وصد كرة شوف تكامل وقته ركز راقب ركز وسدد ولكن الحارس مارتور هذه مقوصة والدفاع ماس كيرانو ينقدر موقف ثم ديكو ميليتو بالرأس فطيرة أوه صعب الكرة هذه أوه مارينو يلا من كرة ويلا فالكاو حداري من تزديده أوه يلا من تزديده من فالكاو يلا من تزديده دائريه من فالكاو كادت تباغت سيرجيو روميرو أوه بسكالامبو ستة مباصرة على الطاير أوه أوه التفاز وميسي والافيتسي نقول للارجنتين السلام أغويرو من دون شك سيدخل مع بداية مورينو أوه بس على الأقل وديعة للمنتقبة الكولومبي روميرو ينقذ الارجنتين مرة أخرى روميرو ينقذ الارجنتين مرة أخرى هل أنقذها أم لا كرة صعبة لسرعة منتقبة الكولومبي أوه قائمة ثاني بالراس والدفاع والدفاع الأرجنتيني يعاني حاكم لم يقل شيئا زونيقا يا زونيقا الفكرة كانت رائعة وطيبة البحث عن فالكاو حيرة كبيرة على وجوه الأرجنتينيين وما يحدث لمنتقب بلادهم الذي لم يتألق في المونديال الأخير ولم يتألق في المباراة الافتتاحية ولا في الشوط الأول للمباراة الثانية وهو يعاني الويلات ويتخبط أمام منتقب كولومبيا في التواني الأخيرة من عمل الوقت الرسمي للشوط الأول من المباراة الأرجنتين سفر كولومبيا سفر المفاجأة كبيرة الآن الثاني المتقب الأرجنتيني في مباراته الأولى والثاني المتقب لكولومبي إذا لم يسجل في هذا الشوط سيدفع الثمن في الشوط الثاني فالكاو فالكاو لجوارين يرجع لفالكاو أغويرو إذا مرت الأمور بسلام على المنطقة الأرجنتيني في هذا الشوط سيكون له من دون شك كلام ثاني خلال المرحلة الأولى بدخول أغويرو يونيل ميسي عنده الكرة الآن يمحط المراوغة ميسي بنيجاب سقوط ميسي هو سقوط الأرجنتين لوحد ميسي لم يتمكن لا من استقبال الكرة ولا من البقاء ثابتا واقفا ولا يسقط عندما يسقط ليونيل ميسي بالرغم الانتقادات الموجهة إليه عندما يلعب مع المنطقة الأرجنتيني الكل يضع يده على قلبه ليونيل ميسي ليس من عدد أن يسقط لوحده أمام ثلاثة وأربع لأيبين لا يسقط فما بالك وأن يسقط لوحده ليونيل ميسي بريا وسط الميدان الرباعي كان لوسون جيس بريدي ودوارين أكويلار راموس مورينو وكذلك فالت فوق العدد واضح لإدفاع المتخاب الكولومبي على الأرجنتيني غير متعبدة ولا شيء كان الأقرب وهو الذي شاهد جيدا المراوغة من تفاز ولكن لمن تمرد الكرة لا 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 ضربت اليسرى الكرة صعبا لسلع متقاب الكولومبي ممزانيتي وزع القائمة الثاني كفهم ققل سعبة من ازكرانه هذه اللي ظنيتي على جاتي الاسرائيل عاق الظاناليتي عرضيها لمسي وضعي التسللopot للحكم وإلا كانت فرصة لغاتفل فوتها فرصة هنا بالحظ زانتي وضحها على رجل اليمنى ووصلها لليون الميسي ضربت فيها الكورة ورجعت وضعه تسلق وضعه وضعه تسلق من فالكاو صعب الكورة هذه ديسي مع روميرو حذاري ديفاز ديفاز ومتاز عند فالكاو ونتلقى في المواقع للطريقة قدرها طريقة الميرا بابا بابا دول و裡عبة بالكاو والتمريرات من دورين ظهر gehört سننح تسديده قوية جدا بالإحرار فالكاو trouw لم تخرج بعيدا عن ما مرمار غيرو طويلة وسط الترجراه لفالكاو فالكاو 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 ووووووووووووووو في دق鉄塔 ورجل المضارن في الجائل المقابلة فالكاو فعلا مهاجم ميسي وصلها له ميسي هي للاقويرو رميرو على الجديد اليسرى أرميرو هي للمنوغة يوصل أرميرو خطيرا يصلح منتقب الكولومبيو أقويلار لفالكاو ممتاز التمرير هذه وروميرو إيقوين 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 فالفق أحد الرؤوس ليونيل ميسي يولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول الولدين ليونيل ميسي موجودين في المدرجات كنا نشاهد فيهما الآن كان المخرج كان يستمع إلي الولدين وعدد من أسرة ليونيل ميسي موجودين في مكان في المدرجات صاحب الكرة هذه لسرعة جوردينيو روميرو الأخطاء التي ارتكبوها بداية مثل هذه التي لم يستغلها لويفيلو جوردينيو الذي لم يتمكن من تزديد الكرة في المكان المناسب رغم أن سيلجو روميرو كان متقدما الوقت الرسمي انتهى ستكون نهاية هذه المباراة بين الأرجنتين وكولومبيا الأرجنتين منتخب البلد المنظم لم يوفق